ينضم إلينا من الدوحة موفد الغد أحمد عصفور أحمد مرحبا بك يعني التعادل هو نتيجة مباراة التي تجرى الآن ما بين صربيا والكاميرون ما هي التفاصيل لديك حول هذه المباراة والمواجهة؟ مرحبا بك صلاح يعني البعض هنا يصفوها بأنها المباراة الأجمل والأفضل حتى الآن وهي بالتأكيد مباراة أفضل بسبب الندية لأن ستة أهداف كانت حاضرة حتى الدقيقة الثانية والثمانين الدقيقة التي تقام أو التي تجرى الآن بين المنتخبين الكاميروني والصربي المنتخب الكاميروني بدأ برسم الخطط 4-3-3 الصربي بدأ بـ 3-4-3 وكانت البداية أفضل بالنسبة للمنتخب الصربي بادر بالهجوم مبكرا وتمكن من الوصول إلى العارضة الكاميرونية في الدقيقة العاشرة عن طريق ميتروفيتش مهاجم فولم الإنجليزي ومن ثم تمكن المنتخب الكاميروني من تسجيل هدف عكس سير اللقاء تقدم أولا به المنتخب الكاميروني بعد ذلك المنتخب الصربي استعاد توازنه وتمكن من تسجيل هدفين متتاليين قبل نهاية الشوط الأول لينتهي الشوط الأول من هذه المباراة بهدفين لهدف بالنسبة لصالح المنتخب الصربي انطلاق الشوط الثاني كان أكثر قوة من المنتخب الصربي وبعد 7 دقائق فقط تمكن الصربي من إدراك الهدف الثالث الهدف الذي ظن الكثيرون أنه هدف قتل المباراة وحسم الثلاث نقاط الغالية من هذه المباراة لكن المنتخب الكاميروني بعد عدة تغييرات قام بها المدير الفني صونغ للمنتخب الكاميروني بدخول لاعب فانسنت أبو بكر لاعب النصر السعودي تغير شكل المنتخب الكاميروني على أرضية الميدان وتمكن فانسنت من تسجيل الهدف الثاني وصناعة الهدف الثالث وبالتالي تشير النتيجة الآن إلى التعادل ستة أهداف صلاح كانت حاضرة في هذه المواجهة حتى الآن أحمد يعني بعد حوالي ساعة من الآن يلتقي منتخب كوريا الجنوبية مع غانا ما هي تفاصيل هذا اللقاء وما هي أبرز تصريحات الفريقة؟ يعني صلاح بالتأكيد مباراة ستكون مباراة مهمة ومصيرية بالتأكيد أكثر للمنتخب الغاني الذي تعرض للخسارة في انطلاق مشواره بمونديال قطر 2022 حينما واجه المنتخب البرتغالي تعرض للخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين لكنه كان ندا قويا للمنتخب البرتغالي دائما صلاح ما نقول وأن المباراة الثانية هي مباراة الفرصة الأخيرة بالنسبة للفريق الذي يتعرض للخسارة في الجولة الأولى لأنه إذا ما تعرض المنتخب الغاني للخسارة في هذه المباراة يودع البطولة رسميا أما الجانب الكوري الجنوبي تعادل في انطلاق مبارياته في المونديال سلبيا أمام أوروكوي في الجولة الأولى وبالتالي سيحاول الآن الفوز بهذه المباراة والحصول على ثلاث نقاط ويصبح ما في جعبته أربع نقاط في انتظار المواجهة الأخيرة في الجولة الثالثة أيضا صلاح تقام اليوم مباراة في الساعة السابعة والساعة العاشرة الساعة السابعة ستكون مباراة المنتخب البرازيلي والمنتخب السويسري كلا الفريقين حقق الفوز في الجولة الأولى وبالتالي الفوز اليوم لأي منهما يعني صدارة المجموعة قبل الجولة الثالثة ويعني التأهل رسميا لأنه سيكون في جعبته ست نقاط ختاما مباراة البرتغال وأوروغوي أيضا البرتغال إذا ما حقق الفوز في لقاء اليوم يتأهل رسميا إلى الدور المقبل ومنتخب أوروغوي الذي تعادل في الجولة الأولى لديه نقطة وبالتأكيد سيكون لقاء مرتقب ومنتظر يشهد ظهور الكثير من النجوم على أرضية الميدان بالتأكيد في جانب البرتغال كريستيانو رونالدو وبرونو فرنانديش وغيره من النجوم وفي جانب المنتخب الأوروغوياني لويس سواريز وإيدنسون كافاني وفيدي فالبردي موفد الغد أحمد عصفور كنت معنا من الدوحة شكرا جزيلا لك